في ليلة ظلماء نفذت جريمة بطريقة أفلام الهوليوود حسن شب النار في بيته فقيل بأنه توفي بسببها لكن وجه الحقيقة مغاير فولد الطفلين قتل بضربة بالطبر في رأسه ثم حريق مع البيت على يد زوجته وعشيقها كما تقول عائلة مقتول قتل اللي هو جاره وصديق مرته وقتل ومن قتل جاءت الأجهزة الأمنية وقالوا قضى وقدر رحنا وليقينا الشبابين مكسورة ومقتول قتل مو قضى وقدر واندعم بأن المكروف هو قاتله المكروف أخويا مقتول قتل من دخلت علي وقفت فوقها وشفت أكو ضربة شديدة قوية برأسه هنا بتجمجمة وافتريت إلى أجهزة الأمنية بين شباك مكسوس وراء البيت وأكو طقع دم بالممشى أكو طقع دم بالممشى والممشى هو محيط وراء البيت وبسد البيت اللي هو مجاور الجيرانة اللي هو مشكوك بأمره وليقينا تفاجئنا من لقينا الطبر وشفوه فيها دم على حاية جيرانة اللي هو مشترك العشيق كما يوصف عند أهل المقتول تم إلقاء القبض عليه أما الزوجة فما تزال هاربة أكثر من سنة مرت على الحادثة والقضية لم تحسم عائلة حسن تقول بأن حق ابنهم سيضيع بسبب ضغوط من جهات تحاول تسويف القضية وهذا ما جعلهم يناشدون رفاعة دعوة وما سواء أنه كل شيء الأجهزة العمنية وأطلب من رئيس الوزراء أو وزير الداخلية أن يقفلنا ويشوف شغلتنا وين يصير أطالب يطلعون دم أخويا دم أخويا رح يروح على يصار سنة وأربعة شهر وأكو مماطلة بالقضية وأخذت وقت أكثر من حجمها والقضية حال بها مماطلة وبها أطراف جاءت الدخل ودم أخويا رح يروح حكاية وفاة حسن تشابه حكايات عديدة باتت تتزايد مؤخرا التساؤلات تطرأ على أسباب تزايدها والدور الرادع لها من الجهات المختصة فتلك الحوادث باتت تهدد السلم الأهلي والمجتمعي من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر